مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم قصة الرعب القصيرة مخلب القرد لكاتب الإنجليزي ويليام وايمارك جايكوبز والتي نشرها عام 1902 يفتتح الجزء الأول من القصة في ليلة مظلمة وعاصفة يسترخي أفراد عائلة وايت الثلاثة داخل منزلهم المريحة يلعب هيربرت وايت ووالده لعبة الشطرنج بينما تحيك السيدة وايت بالقرب من النار بعد فوز ابنه يشك السيد وايت من سوء الأحوال الجوية والطرق شبه المهجورة التي يعيشون بالقرب منها يصل صديق العائلة الرقيب موريس في زيارة أثناء تناول الويسكي يروي قصصا عن مغامراته في الخارج يعرب السيد وايت عن اهتمامه بالذهاب إلى الهند لكن الرقيب يقول إنه سيكون من الأفضل البقاء في المنزل بناء على طلب السيد وسيدة وايت يأخذ الرقيب موريس مخلبا صغيرا محنطا من جيبه ويوضح أن أحد الصوفيين في الهند وضع تعويذة على المخلب ليثبت أن حياة الناس يحكمها القدر وأنه من الخطر التدخل في القدر وفقا للرقيب يمكن لثلاثة أشخاص أن يتمنوا على مخلبهم ثلاث أمنيات لكل واحد منهم الرقيب نفسه كان لديه بالفعل ثلاث أمنيات كما فعل رجل آخر استخدم رغبته الثالثة ليطلب الموت لقد فكر الرقيب في بيع المخلب لكنه لا يريد أن يسبب ذلك أي مشكلة أكثر مما حدث بالفعل علاوة على ذلك لن يشتري أحد المخلب من دون رؤية أول دليل على تأثيره ألقى الرقيب المخلب في النار وسرعان ما أنقذه السيد وايت حذره الرقيب ثلاث مرات لترك المخلب وشأنه لكنه في النهاية شرح كيفية عمل أمنية على المخلب قالت السيدة وايت إن القصة تذكرها بألف ليلة وليلة وأشارت مازحة إلى أن زوجها يتمنى لها يدين إضافيتين لمساعدتها في جميع أعمالها لكن الرقيب لم يجد هذه النكتة مضحكة وحث السيدة وايت على استخدام الفطرة السليمة إذا أصر على التمني بعد العشاء والمزيد من حكايات الهند غادر الرقيب قال هيربرت إنه يعتقد أن الرقيب مليء بالهراء ومزح بأن والده يجب أن يجعل نفسه إمبراطورا حتى لا يضطر إلى الاستماع إلى إزعاج السيدة وايت في حالة غضب زائف طاردت السيدة وايت ابنها بشكل هزلي قال السيد وايت إن لديه كل ما يريد وليس متأكداً مما يتمناه وقال هيربرت إن مئتي جنيه ستمكنهم من سداد الأموال المستحقة للمنزل تمنى السيد وايت بصوت عال الحصول على مئتي جنيه بينما رافقه هيربرت بأوتار ميلو درامية تعزف على البيانو فجأة صلخ السيد وايت وقال إن المخلب تحرك مثل الثعبان في يده بعد أن نام السيد والسيدة وايت جلس هيربرت بجوار النار ورأى وجه قرد بوضوح في ألسنة اللهب أطفأ النار وأخذ مخلب القرد ونام يبدأ الجزء الثاني في صباح اليوم التالي وهو يوم شتاء لكنه مشمس كانت الغرفة تبدو مبهجة وطبيعية على عكس الأجواء القاتمة التي كانت سائدة في الأمسية السابقة ويبدو الآن أن المخلب المحنط غير ضار علقت السيدة وايت على مدى سخافة قصة الرقيب لكنها أشارت إلى أن مئتي جنيه لا يمكن أن تسبب أي ضرر ومزح هيربرت بقوله إنها ستضر إذا سقط المال من السماء على رأس والده أجاب السيد وايت أن الناس غالبا ما يخطئون في اعتبار الصدفة رغبات محققة ثم خرج هيربرت للعمل في وقت لاحق من ذلك اليوم لاحظت السيدة وايت شخصا غريبا في الخارج يرتدي ملابس جميلة اقترب الغريب من البوابة بتردد ثلاث مرات قبل أن يفتحها ويصعد إلى الباب فأدخلته السيدة وايت صرح الرجل بعصبية أنه ممثل لميغينز ومو صاحب عمل هيربرت سألت السيدة وايت ما إذا كان هيربرت بخير فقال الرجل إنه مصاب ولكن لا يشعر بأي ألم للحظة شعرت السيدة وايت بالارتياح حتى أدركت أن هيربرت لا يشعر بأي ألم لأنه مات قال الرجل إن هيربرت علق في الآلة بعد وقفة قال السيد وايت إن هيربرت كان الولد الوحيد لديهما أكد الرجل بحرج أنه ببساطة يطيع أوامر ميغينز ومو ثم أوضح أن الشركة لن تتحمل أي مسؤولية عن الوفاة ولكنها ستمنح الزوجين مئتي جنيه استرليني صرخت السيدة وايت وأغمي على السيد وايت في الجزء الثالث من القصة دفن الزوجان ابنهما هيربرت ومرت أيام عدة شعر فيها الزوجان بالإرهاق واليأس بعد أسبوع من الدفن استيقظ السيد وايت وسمع زوجته تبكي بالقرب من النافذة حثها بلطف على العودة إلى الفراش لكنها رفضت ذلك غفى مرة أخرى حتى صرخت السيدة وايت فجأة أنها تريد مخلب القرد في حالة هستيرية طلبت منه النزول إلى الطابق السفلي وتمنت عودة هيربرت إلى الحياة قاوم السيد وايت وأخبرها أن وفاة هيربرت والمئتي جنيه التي حصل عليها لا علاقة لها بأمنيته في الليلة السابقة قال السيد وايت إنه لم يرغب في إخبارها من قبل لكن هيربرت كان مشوهاً لدرجة أنه اضطر إلى التعرف على الجثة من خلال النظر إلى الملابس لم تستمع السيدة وايت لما قاله وأصرت على تمني عودة هيربرت للحياة بمخلب القرد استرد السيد وايت المخلب من مكانه في الطابق السفلي أمرته السيدة وايت بأن يتمنى مرتين أخرين حتى يتحقق الطلب أخيراً فتمنى أمنية وبينما هما ينتظران انطفأت الشمعة فسمع الساعة وصرير الدرج وصوت فأر أخيراً نزل السيد وايت إلى الطابق السفلي وانطفأ عود الثقاب وقبل أن يتمكن من إشعال عود آخر سمع طرقاً على الباب ثم سمع طرقاً آخر فاندفع السيد وايت إلى الطابق العلوي سمعت السيدة وايت الطرقة الثالثة فقالت إنه هيربرت أدركت أنه لم يعد بعد الأمنية مباشرة لأنه كان عليه أن يمشي ميلين من المقبرة إلى المنزل توسل لها السيد وايت أن لا تفتح الباب لكنها تحررت من قبضته وجرت إلى الطابق السفلي وبينما كانت تكافح للوصول إلى المزلاج أصبح الطرق أكثر إلحاحاً بحث السيد وايت بشكل محموم عن المخلب الذي سقط على الأرض وبينما كانت السيدة وايت تسحب المزلاج وجد السيد وايت المخلب وتمنى أمنية أخيرة توقف الطرق وصرخت السيدة وايت إن دفع السيد وايت إلى الطابق السفلي ليرى أن الشارع خال أتمنى أن يكون ملخص مخلب القرد قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر